التقيت بشيخ من الهند في مكة ذات يوم قبل أكثر ثلاثين سنة كنا في فترة احتلال عراق الكويت سكنت أنا في مكة خرجت لصلاة الظهر في سيارتي الخاصة ووجدت رجلا يحمل حقيبة وهيئة هيئة أهل العلم لباس الهنود مع قبعة أو طربوش ويعني لباس إلى الركبة شكله ملتحي شكله شيخ فرغبت أني أحمله معي بالسيارة ظننت أنه سيذهب إلى الحرم وأنا ذهب إلى صلاة الظهر وقفت السلام عليكم قلت فضل الحرم ووصلك معي قال لا والله أنا ذهب إلى رابط العالم الإسلامي وصله هناك الظهر قلت حسنا أوصلك رابط العالم الإسلامي فركب معي ومشي هذا الشيخ عرفني عن نفسه اسمه الشيخ عبد الحميد عنده مركز في الهند افتكت فيه في جنوب الهند اسمه إيش أبو الكلام وضن الرجل أرى الشيخة توفي كلام هذا أكثر من ثلاثين سنة فسألني السؤال آتي من أين أنت؟ قلت من الكويت قال أنت من جمعية الإصلاح أو جمعية التراث الكلام قبل أيش أكثر ثلاثة أيام احتلال فقلت أنا مسلم أشهد الله الحمد للسول الله سني لست من جمعية الإصلاح ولا من جمعية التراث قال قال جمعية الإصلاح و جمعية التراث كلهم جنوعات طبعا أنه هنديش عرف جنوعات طبعا لمن لا يعرف الجنوعات يعني الجنوعات هذه عوائل يتصاهرون مع بعض أتوا للكويت مدري متى يعني و ناس إن شاء الله فيهم خير و أهل سنة فهم التجار و يتصاهرون مع بعضهم لكن هم اللي مستيطنين على الجمعيتين يعني جمعية الإصلاح اللي أسسوها جناعات و جمعية الحياة التراث جناعات أو على أقل يعني الثقل الأكبر يعني هنا المطوع هنا مثل طارق العيسى هذا كلهم جناعات و هم أصهار المهم قلت لا 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 لست من جمعية الإصلاح ولا جمعية التراث فقال الدعوة في العالم و المراكز الإسلامية غالبها يتولاها طلبة علم و مشايخ إلا عندكم في الكويت يتولاها التجار الجناعات فهو تجدهم من العامة لكن عندهم أموال و هم الذين يسيطون على العمل العمل الخيري هذا ما أفادني به الشيخ عبد الحميد رئيس مركز أبو الكلام في الهند لكن ما أفادني بقدر ما تعجبت كيف عنده هذه المعلومة بش عرفك جناعات و بش عرفك فذكر أنه خري جزاعة الإسلامية و أنه كان مع المشايخ فلان فلان و أيام الشيخ منباز و رجل كبير بالسن طبعا فعلا أو حقا هذا مما أخذ على الدعوة في الكويت أنها تجمع التبرعات و توزع التبرعات و تبني مساجد و تبني مراكز و تحفر آبار لكن عامة من يدير هذا العمل ناس من العوام و ما كان عندهم من طلبة علم جاء بعد ذلك منهم من اجتهد منهم من درس منهم من سافر منهم من تخرج لكن لم يبنوا إلى يوم من هذا جامع إسلامية في الكويت لم يبنوا إلى يوم من هذا معاهد شرعية في الكويت يبنون جامعات في الخارج لكن في الكويت ولا جامعة بنت هذه الجمعيات و نحن فيها هل توجد جامعة إسلامية تخرج طلاب من سنة أولى لآخر سنة و شهادات و شهادات مثل ما توجد جامعات أهلية جامعة أمريكية و الجامعة أسترالية و الجامعة كذا و كذا ما في جامعة إسلامية مع أن أموال طائلة تصرف و تنفق حتى تبنى جامعات من أموال تبرعات الكويت في بلاد أخرى لكن في الكويت ما استفدنا من التبرعات و بنوا معاهد شرعية أو جامعات شرعية هذا مما أخذ عليهم و ما زال العرض قائما لماذا لا تبنى جامعات مثل ما تقول في كل شريعة أيضا في كلية هندسة و في جامعة خاصة درس هندسة ابن جامعات لمن لا يقبل في كل شريعة لنسبته لقوانينها شهادة قديمة في أموال أموال متبرعين و انفع الدعوة لكن هذا قصور في الدعوة في الكويت و في العمل الخيري و إذاك هذا الشيخ قال كل مراكز يديرها مشايخ و طلبة علم قال إلا عندكم في الكويت يديرها التجار و الله مستعى